نهاردة في مناسبتين عزيزتين علينا جميعا بنفتكرهم بكل خير نهاردة 19 مارس 19 مارس ب1989 عودة طابة إلى مصر ورفع العلم المصري على عز وأعظم بقعة غالي علينا جميعا ارتوت بدماء شهدائنا على مر السنين فكل سنة والقوات المسلحة المصرية اللي عبرت بخير وكل سنة وفريق التفاوض المصري اللي كان بيقود عملية التحكيم ايضا بخير والنهاردة كمان المناسبة التانية خلاص كل سنة وحدك طيبين العشر من رمضان ذكرى انتصارات العبور واعتقد ان احنا في رحاب مناسبتين كلا هما بيعكس الاخر تحرير طابة 19 مارس وايضا لعشر رمضان كل سنة وحضراتكم بخير علشان جدا القوات المسلحة المصرية النهاردة نظمت افطار وبتشريف سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الاعلى القوات المسلحة بحضور كافة رجالات الدولة والقادة من القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية والرئيس هنأ الشعب المصري بشهر رمضان وهنأ القوات المسلحة بانتصارات العشر من رمضان ولم ينسى الرئيس الشهداء الشهداء الواجب الشهداء الوطن في كل مناسبة بيضرب الرئيس المثل في الاحتفاء بذكرى شهداء الوطن الرئيس تكلم وكان كلام سريع لانه الوقت زي ما سيدته قال دايق جدا في رمضان كل سنونا طيبين وقال الحمد لله الحمد لله امورنا بتتحسن ووضعنا بتتحسن والقادم افضل كانت رسالة طمأنة من الرئيس للمصريين وكانت رسالة ثقة من الرئيس في المصريين وفي امكانياتنا وقال ان شاء الله مرينا بظروف صعبة جدا بتتحل والامور بتتحسن وان شاء الله القادم افضل وبشكل افضل مما كنا نتوقع الرئيس النهاردة كان بيحمل رسالة طمأنة للمصريين في احتفالية القاتل المسلحة بالعاشر من رمضان وفي الافطار الرمضاني كان جوا مثاليا من الناحية جوا مصريا ومثاليا من كل النواحي كل سنونا حضرتك طيبين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة